دعي الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والنقاء ولا تبغي السماحة من بخيل فما في النار للضمآن ماء فرزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء مشاهدين الكلام مستمعين العزائز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالحب نبدأ مع حضرتكم حلقة جديدة في برنامج إننا عاملون نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفين الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة وسطة العقد الشيخ محمد حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة الله يبارك فيك أنا بداية أود أن أقول لإخواني وأخواتي أنا لا أوافق على العالم العلامة فأشهد الله الذي لا إله غيره أنني أسير بعرج شديد خلف هؤلاء العلماء العاملين وأسأل الله أن أرزقني وإياك الإخلاص والقبول يا رب يا رب أنت تركب خيلة مطهمة شيخنا نحن نركب حمر العرجاء الله يرد عليك ربنا يكلمك لكن أمننا في الله أن نظل على الدرب أمين سنصل بإذن الله تعالى يعني نكمل وصلا بما سبق رحلتنا مع نداء الرحمن الآن الإيمان سبحانه وتعالى في إننا عملون استعينوا بالصبر والصلاة وتوقفنا في الحلقة المنصرمة مع أنواع الصبر وفضله بالقرآن الكريم هل هناك شيء تود أن تقول عن الصبر تستشعره تذكرنا به حتى نبدأ الحوار مع الصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فأود أن أقول لإخواني وأخواتي من أهل البلاء يا من ابتليت في بدنك أصبر ويا من ابتليت في زوجك اصبر ويا من ابتليت في زوجك اصبري ويا من ابتليت في ولدك اصبر ويا من ابتليت في مالك اصبر الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل الله ولم لا وأنت أيها الصابر وأنت أيها الصابرة في معية الله جل وعلا وأنت أيها الصابر وأنت أيها الصابرة أهل لحب الله جل وعلا والله إنها لكلمة يقف أمامها القلب إذا قلت أنا أحب الله فهذا أمر جائز لكن أقول الله يحبك أيها الصابر هذا أجمل وأرقى وأندى وأفضل ولا تستوعبه العقول ولا القلوب والله يحب الصابرين فيا أيها المبتلى الصابر أنت محبوب لله جل وعلا يا أيها المبتلى الصابر أنت في معية الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والحديث عن الصبر حديث طويل جدا لكن ألم يجزع النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند موت ابنه إحنا ما قال إن النفس لتجزع وإن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع يعني هذا تحمل هذه هي بشرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه يعني جزع لموت ابنه إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولم يقل إن النفس لا تجزع ما قال إن النفس لا تجزع إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون فعلى المبتلى المؤمن إذا ما وقعت به المصيبة أو الابتلاء أن يمتثل هذا الأدب النبوي الرباني أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون لأن الله وصف الصابرين أول وقوع المصيبة ومشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله وإنا إليه راجعون فإذا حمد الله عز وجل واسترجع عوضه الله تبارك وتعالى خيرا كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى والصبر كما علمنا عند الصدمة الأولى وأنا لا أريد أن أستطرد بذكر الأحاديث وهي طويلة جميلة نعم طب ثنى ربنا تبارك وتعالى في الأمر للذين أمنوا بالصلاة نعم نود أن نتحدث في دقائق عن الصلاة وحديثها طويل لماذا الاستعانة بالصلاة ونستعان بالصلاة على ماذا الصلاة معراج القلوب إلى علام الغيوب الله جميل هذا التعبير الصلاة معراج القلوب إلى علام الغيوب وقرة عيون المؤمنين كما كانت قرة عين سيد النبيين صلى الله عليه وسلم وراحة القلب وانشراح الصدر وطمأنينة النفس واستقرار الضمير وسكينة الجوارح أرحنا بها يا بلال بها بها يا بلال إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وهذه الاستعانة نعم إذا وقع بك هم أو غم أو مصيبة كرب أو ابتلاء أو كرب وأنا لا أعلم مؤمنا على وجه الأرض إلا ويحمل من الهموم ما الله به عليم سبحانه بل ربما يشك في إيمانه إن قال لا أحمل هم كيف لا أحمل المؤمن هم دينه الله أكبر كيف لا أحمل المؤمن الصادق وهم دينه تحصيل الدنيا أعراض الدنيا مال الدنيا سمعة وكراسي ومناصب وإدارات بالدنيا لا حرج لا حرج في هذا لا حرج في هذا الأمر فيه منلوح فيه ساعة نعم بشرط أن يكون همك الأول في خريطة همومك هم الدين لكن لا حرج أن تحمل بعد ذلك هم الزوجة وأم الأولاد وهم المنصب وهم التجارة إلى غير ذلك نعم وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظائم وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجساد الأجسام أو الأجساد كما قلنا تنبي ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر فالهمم والهموم على قدر كل عبد العبد يحمل بالهم كما قال يا حامكم الله كن كالنصور على القصور تصغي لوسوسة القمر لا كالغراب يدعب الجيفة الحقيرة في الحفر اللهم سلم يكون كالنصر هكذا يطلق والهموم والمصائب لا يحتاج إلى هذه الصلة نعم أي عاقل اللي يحتاج إلى هذه الصلة كل مسلم وكل مسلمة نحتاج إلى هذه الصلة إلى الصلاة نعم لذا قال ربنا جل وعلا حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين نعم وقال جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين على المؤمنين كتابا موقوتا لكن هذا بداية يجعلنا أن نتوقف عند معنى الصلاة لغة واصطلاحا نعم وهل كساها الشرع كساء دلاليا لم تكن معروفة بيه مع جماعة اللغة العربية أم استخدمت في القرآن بالمعنيين ذاتهما المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي كيف استخدمهم الله سبحانه وتعالى الصلاة في معذرة والاستعان المقصودة بالآية هنا نعم جميل بأي صلاة فيهم جميل الصلاة في اللغة معناها الدعاء 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 الصلاة لغة الدعاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لكن صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة من الله جل وعلا به رحمة كما قال أهل العلم إذن وصل عليهم إن صلاتك سكا الله افتع لي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفة والحديث روال بخاري هذا دعاء هذا دعاء لأ أنت أضفت لنا معنى جيد الصلاة من الله رحمة رحمة إذا قد يكون معنى الصلاة رحمة أي نعم إذا كانت من الله والصلاة من الملائكة استغفار والصلاة من العباد على النبي صلى الله عليه وسلم تشريف لهم وقرب منهم إلى الله جل وعلا ومن النبي على العباد صلاة النبي على العباد دعاء منه لهم اللهم صل على آل أبي أوفة والحديث روال بخاري والصلاة والصلاة هي العبادة المعروفة المخصوصة بهيئة يعرفها المسلمون من تكبير وركوع وسجود وتسليم أو هي مجموعة الأقاويل والأفعيل مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم جميل هذه التي نعملها خمس مرات هذه أي نعم تمام هل الاستعانة بالصلاة هذه تنقذ الأمة من كبوتها؟ هذا أول أمر عملي بعد النطق بالشهادتين للأمة لتحققه لتسعد في دنياها وأخراها الله تبارك وتعالى ما أمر الأمة بالصلاة إلا ليجدد صلتها به سبحانه وتعالى نعم والصلاة أخي الحبيب جعلها ربنا تبارك وتعالى معراجا للقلوب فالهموم كثيرة والمشاكل عظيمة صحيح فإذا ما دخل العبد بين يدي ربه كل يوم من خمس مرات وأنت تعلم أنها كانت خمسين صلاة نعم لكن خفف الله على الأمة يدخل العبد كل يوم من خمس مرات ليجدد فيها صلته بربه جل وعلا والوجدد فيها إيمانة حتما يخرج المؤمن بهذه الصلة بقلب مختلف وعقل مختلف لذا قال جل جلاله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذن هذه الصلاة يصلح الله عز وجل بها القلوب ليصلح بها الدنيا ليصلح بها المجتمع لكن من لم تنهو صلاة عن الفحشاء والمنكر يعني هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله فليبحث عن حقيقة صلاته عن حقيقة صلاة إذن لا حقيقة فكثير من الناس يصلون دون أن يؤدوا حقيقة الصلاة أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لصحبي صلي فإنك لم تصلي صح نقرد ديك هذه نعم صلي فإنك لم تصلي فأركان الصلاة عظيمة أعظم أركانها الخشوع أن تستحضر عظمة من أن تواقف بين يديه كثير من الناس الآن يدخل الصلاة لا يعرف أقرأ التشاهد قائما أم قرأ الفاتحة جالسة مهاشيطان لا يتركه يقينا يوسوس له ماذا يصنع القلب كالإناء القلب كالإناء نعم الإناء لو ملأته بالماء وأردت أن تضيف إليه سائلا آخر سيقع هذا السائل على حواف الإناء صح فإذا أردت أن يستوعب هذا الإناء أي سائل ففرق قليلا من الكوب ليستوعب من السائل بقدر ما فرغت منه فإذا كان القلب طافحا بالشهوات والشبهات فكيف تحشر الخشوع فيه إذا ما أردت أن تحشر الخشوع فيه وقع ولذا يحاول الكثيرون أن يستحضر الخشوع في صلوات الفرائض والنوافل فلا يجدون الخشوع طعما لأن القلوب مزدحمة بالشهوات وملئة بالشبهات أحسنت تشبيه فلا بد من التخلية قبل التحلية سليم لكن هل لفضلاتكم أن تصف لنا كيف نصنع وماذا نصنع ونحن نتهيأ للدخول في الصلاة قول مجيز أوجز وأفد حتى يكون هناك تجربة عاملية يقول إن عاملون ما تتفضل به الآن تأتي للصلاة في فتور وكأنك قد دعيت إلى البلاء وإن أديتها جاءت بنقص لما كان منك من شرك الرياء وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء وإن كنت المصلي يوما بين خلقه أطلت ركوعها بالإنحناء وتعجل خوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى من لقائي وإن كنت المجالس يوما أنثى قطعت الوقت من غير اكتفائي أيا عبد لا يساوي الله معك أنثى تناجيه بحب أو صفائي فأول خطوة أن تعرف الله أن تعرف جلال وعظمة من أنت مقبل للوقوف بين ناديه كيف حال الواحد مننا إذا وقف بين ناديه عبد من عباد الله تبارك وتعالى من من آتاه الله الملك والسلطان في الدنيا فكيف بحالك وأنت وقف بين ناديه ملك الملك جل جلاله أقول لا يستحضر الإنسان هذه الهيبة وهذه العظمة إلا إذا عرف الله بأسماء جلاله وصفات كماله ثم أنصحوا نفسي وإخواني بأن يبكروا إلى المساجد ليضعوا قلوبهم بين ناديه ربهم وليضعوا أنفسهم بين إخوانهم لعل الله سبحانه وتعالى أن يجمرهم بهذه الجماعة المؤمنة المقبلة على الله سبحانه ثم هذا التبكير يهيئ القلب للوقوف بين ناديه جل جلاله صل السنة واجلس في حالة ذكر وفي حالة استغفار لكن حينا الهموم تكون شديدة وتغلب وتطبع على القلب وأنا واحد من هؤلاء الذين أطغى عليهم مثل هذا لكن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بفضل الله تبارك وتعالى والله جل على قل فاتقوا الله ما استطعتم لأن الأمر يحتاج إلى عمل قلبي مجاهدة أيضا يحتاج إلى تنظير أيوة تحتاج إلى مجاهدة إلى مجاهدة ومكافحة وعمل نعم استغفار هم ودعاء وتزلل وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى وإقبال على الطاعة إلى غير ذلك من أعمال القلوب التي تهيئ القلب فحال قلبك وأنت في مجلس علم كهذا لا يمكن أن يكونك حال قلبك وأنت في مجلس آخر صحيح فالإيمان كما أصلنا يزيد بالطاعة ويمقص بالمعصية نعم ووالله من أعظم الوسائل التي تعين المؤمنين على المحافظة على الصلاة وعلى طلب العون بالصلاة أن يعرف المؤمنون فضل الصلاة فالصلاة تطهر العبد من كل أدرانه من الذنوب والمعاصر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا يمر بباب أحدكم قالوا لا يا رسول الله قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وقال صلى الله عليه وآله وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح وقال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة قال ربنا يوم لا يغزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير فالأحاديث في فضل الصلاة بعدين وصلهم تراهم ركعا سجدا يعني وصف القرآن الكريم لأهل الصلاة نعم محمد رسول الله والذين معه لا أنا أقف مع آية جميلة في مسألة طلب العون بالصلاة تفضل في قوله جل علاء إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوع إلا المصلين إلا المصلين الله إلا المصلين نفتة طيبة نعم المصلي لا يهلع ولا يجزع أبدا ولا يفزع إنما حتى إن تعرض لمحنة تراه صاحب قلب ساكن صاحب قلب مطمئن وهنحن نرى نرى فارقا كبيرا بين أهل الصلاة حين تقع بهم المصائب في الدنيا في زماننا الذي نعيش فيه وبين غيره ممن لم يتذوق حلاوة الأنس بالله ولذة السجود وطرح قلبه بينها الله جل وعلا في الزمن الذي نعيش وبفتنه التي نعرفها نرى فارقا كبيرا بين أهل الصلاة المحافظين على الصلاة المواظبين عليها في بيوت الله جل وعلا وبين غيرهم ممن لم تسجد قلوبهم وأبدانهم لربهم سبحانه وتعالى أحسنت لكن حينما تدور الدوائر يا سيدي وتدلهم الأمور وتحذبنا الأهوال والأيام ربما يهلع الإنسان ويفزع ويجزع ألم يحدث شيء من هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وحتى يقول متى نصر الله الأمور كانت قوية دارت الدوائر لا شك الله تبارك وتعالى يقول حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا على القوام المجرمين فتحصل حالات من شدة الهول وشدة المصائب وشدة المحن قد يضعف فيها الإنسان وأنا لا أنفي صفة البشرية عن أي بشر على وجه الأرض ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه صاحب قلب موصول بالله جل وعلا قال الله تبارك وتعالى في شأن نبيه أو لنبيه ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مقذوم ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى هو مقذوم له يونس عليه الصلاة والسلام إذن النبي صلى الله عليه وسلم في حالات من الشدة والمحنة والابتلاء يحتاج فيها إلى أن يذكر بهذه الآية من الله سبحانه وتعالى حتى سن النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه هذه الأمور نعم تصيبه هذه الأمور ويصيب الصحابة رضوان الله عليهم ألم تقرأ معي قول الله تبارك وتعالى في حادث الأحزاب قال ربنا في لفظة عجيبة هي من أعجب كلمات القرآن بلغت القلوب الحناجة وزلزلوا وزلزلوا زلزالا شديدة حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب إذن هذه الزلزلة التي قد تصيب القلوب أحيانا لشدة الفتنة ولقسوة الامتحان والاختبار تحتاج من العبد في هذه الحالة أن يستعين ابتداء بالله العزي الغفار ثم يهرع ويسرع إلى الصلاة ولا يمكن على الإطلاق أن يهرع الإنسان إلى الصلاة في فتنة أو محنة إلا إذا حقق الإيمان بالله ابتداء إذن هذه مرتبة على شيء قبلها نعم أن يحقق الإيمان طب الآن مثلا الآن لنلتصق بالواقع فإن عملون شخص مثلا يهمل الصلاة يهمل التعليم يهمل الأوامر لا ينتهي بما نهى الله سبحانه وتعالى عنه إذا حزبه أمر يقوم للصلاة فيها ملجأ أو فيها منجأ هذا هو الواجب عليه إذ لا ملجأ ولا منجأ له إلا إلى الله سبحانه وتعالى مهما عظم ذنبه ومهما زاد همه ومهما اشتد كربه ومهما كان ضيقه أنا أقول له أخي الحبيب أسألك بالله طب جرب يا أخي طب جرب مرة ما يقول لك القلب مش فاضي شيخنا أنا مش فاضي أصلي يعني مش عارف أصلي بخشوع مش عارف أصلي بإناية ورعاية يقبلها الله سبحانه وتعالى صلاة كحال أبي بكر رضي الله عنه أو كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح مستحيل إذن القلوب الله جل وعلا قل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وقال عمر الدو الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لو وضع لرجح إيمان أبي بكر إذن القلوب فيه تثاوت في الإيمان في القلوب لكن لا بد أن تعلم أن الصلاة فرض عليك أيها المسلم فأول ركن عملي من أركان إسلامك أن تؤدي الصلاة حتى ولو لم تستشعر الخشوع ولم تذق حلاوتها في أول الأمر ستأتي هذه الحلاوة وسأتي هذا الخشوع تبعا على قدر معرفتك بربك وتحقيقك للإيمان به سبحانه وتعالى سليم بارك الله إذن تحت بند ما تكرر تقرر أصبح مقرر الصلاوات كانت مفروضة على الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عبادة قديمة يعني ليست خاصة بالدين الإسلام ليست خاصة بالمسلمين كل الرسل لهم صلاة نعم يا مريم اقنطي لربك وسجودي واركعي مع الراكعين نفس الهيئة التي نصلي بها الآن نفس الهيئة لكن أعداد الصلوات وتقسيم الصلوات في الأمة مختلفة عن سائر حسن بالتشريع يعني نعم مختلفة باختلاف التشريع الذي يأتي به النبي المرسل من قبل الله لكنها عبادة قديمة فرضها الله تبارك وتعالى على كل الأنبياء والمرسلين تبارك الله في كتاب يعني صف لنا هذا الصحابي أو هذا السلفي الجميل الذي كان يصف صلاته حينما يقوم للصلاة يستجمع الآخرة أمامه والدنيا خلفه والله أنا أرى أن أو هناك درجات عملية للخشوع فيما أفكر وأنا أذهب جميل أستحضر ماذا جميل أنا أرى أن هذا قد يكون شقا جدا على كثير من الناس الآن بل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنا أريد أن أقرر شيئا لو كان تحقيق الخشوع في الصلاة مستحيلا لما أمر الله به عبادة لأن الله لا يأمر المكلفين إلا بما يطيقونه وقال إلا على الخشعين يعني إذن هناك فئة تستطيع الخشوع وفئة ما تستطيع الله يفتع ليك إذن لا نقصد أول لو كان تحقيق الخشوع مستحيلا لا يستطيع أحد أن يحققه ما كلفنا الله بتحقيقه يعني الخاشعون حجة على غير الخاشعين لا يكلف الله نفسا إلا إلا وسعهم وهي يحتج بهذه الآية هذه يقول لك أنا ما أستطيع صلي وحافظ على الصلاة وداوم عليها وعلى قدر حرصك على تحقيق الخشوع سيرزقك الله الخشوع قد تحرم من الخشوع في وقت تود فيه أن تخشع وقد ترزق الخشوع في وقت ما فكرت فيه أن تخشع ذلك فض الله يؤتيه من يشاء سبحانه والله ذو الفضل العظيم لكن أنا فقط أقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعه ليس كما يفهم كثير من أحبابنا وإخواننا أنا ما أستطيع أن أتم هذا العمل أبدا لأن الله لا يكلف المكلف إلا بما يطيقه المكلف يعني حينما أمرنا الله سبحانه وتعالى بمجموعة من الأوامر ونهانا عن مجموعة من المناهي يعلم سلفا يقنا أننا قادرون على تنفيذها جميل هذا هو المعنى هذا هو معناها هذا هو المعنى إذن أنا أستطيع كمسلم أن أقوم بجميع التكاليف الإسلامية نعم فأنت مأمور أن تقوم بجميع التكاليف لكن على قدر استطاعتك أما المناهي فأنت مأمور بالانتهاء عنها كلية لذا قال نبينا فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم قد لا أستطيعكم بأحد فاجتنبوه اجتنبوه مش ما استطعتم لا هذه لفت مهمة إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم لا استطيعوا كل مكلف أن يأتي بكل الأوامر طب أحدهما يدخن ويقول ما استطيع ترك التدخين نلتصق بالواقع نعم يقول ما استطيع وأن الله غفور رحيم هو غفور رحيم وليس أعلى الله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى وهذا حق إن شاء الله وتعالى لكن أقول له استعم بالله واجتهد في ترك التدخين مثلا على أنه معصيه وعلى أنه ذنب وليس عادة الأمر ساختلف أحسنت صح تتغير الظروف تتغير الظروف فجاهد نفسك على أنه ذنب وعلى أنه معصية وكان علماؤنا في القديم قد اختلفوا إلى فريقين فريق يحرم وفريق يقول بالكراها لكن بعدما وصل إليه الطب والعلم الحديث فيما يسببه التدخين من أمراض قاتلة كسرطان المريء والحجرة والمعدة إلى غير ذلك الكل من أهل العلم الأفاضلي الموثوقين يفتي بالتحريم قولا واحدا طيب أنا أقول لفضلتك معذرة ونحن نتحدث في إنا عملون يتبادل إلى الذين السؤال مثلا ما فائدة الصلاة للأمة نعم أليس هذا سؤال منطقي نعم ما فائدة الصلاة كلها تنظير وكل كلام وصبر وكلها معنويات هل ينجح هذا الأمة وينقذها من كبوتها الآن يقول هذا من لم يتذوق حلاوة الصلاة ومن لم يتذوق لذة السجود بين يدي الله جل وعلا أنا شخصيا أسأل سؤالي أنا نعم لكن أسأل فقط أنا أجيب يعني الإخوان الذين أقولون هذا هو قول مطروح نعم وهو قول مطروح نعم صحيح يعني يقول هذا من لم يتذوق لذة سجود القلب أخي محمد لذة سجود القلب أنا أقول لك كلمة الآن فضل كثير مننا يصلي لكن والله ما سجل قلبه أنا استوقفنا أن تقول لذة سجود القلب هل يسجد القلب لو سجد القلب ما رفع من هذه السجدة حتى يستمتع صاحبه بالنظر إلى وجه الله في جنات النعيم الله أكبر زدني يا شيخ نحن نسجد بأبداننا لكن آهن من سجود القلب الله إن سجد القلب ذاق البدن حلاوة الصلاة التي تذوقها سيد المتذوقين لسجود القلب حين كان يقول أرحنا بها يا بلال هو لا أقصد راحة البدن راحة القلب يريد أن يريح نفسه راحة النفس بالسجود بينه بالسجود بينه الله جل وعلا فالسجود راحة للنفس كم من مبتلا بذنب لم يشعر بالسعادة والانشراح ولم يشعر بأن هذا الكابوس الذي خيم عليه قد انزاح ولم يشعر بأن جبل الجليد الذي تراكم على رأسه قد انساح إلا بالسجود بين يدي ربه جل جلاله لا إله إلا الله فجرب أن تسجد بين يدي الله لا إله إلا الله جرب إذا حزبك أمر أو وقع بك هم أو وقعت بك مصيبة وكم من أهل الفضل في الأمة الآن والله يعلمهم ربي جل جلاله كم من أولئك الذين يقومون في سواد الليل يرفعون أكفة ضراعة إلى الله جل وعلا فالليل أنس المحبين وروضة المشتاقيين وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه قاموا بين يدي ربهم فنصبوا إليه أقدامهم وافترشوا على الأرض جباههم وناجوا ربهم فقرأوا قرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه يقسم ابن القيم ويقول والله إن أول ما يعطيهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبه الله الله فإذا قذف من نور الله في القلب استشعر الحلاوة لذا أقول بكل ثقة والله لن تسعد الأمة إلا إذا عادت إلى المساجد إلا إذا عادت إلى الصلاة إلا إذا جددت هذه الصلة بالله كيف تنصر أمة لا تصلي كيف تعز أمة ضيعة الصلاة كيف تعز أمة تبني المباني الضخمة الفخمة كالجامعات والمراكز التجارية الضخمة المراكز التجارية الضخمة ولا تجد في هذه الجامعات ولا في هذه المراكز مسجدا يجمع أولئك للصلاة بين يدي الله تبارك وتعالى أين عقلية المهندس المسلم الذي خطط وأين عقلية المدير المسلم الذي وضع جدول الدراسة لأولادنا أو جدول العمل في هذا المركز التجاري أين الصلاة في الأمة إذا حينما نقول قديما كانت المساجد مقزمة فأخرجت عمالقة وعينما عملقنا المساجد أفرخت أقزاما أسأل الله عز وجل أن لا يكون ذلك لكن أرجو الله أنا أقول فضلتك معذرة يعني معذرة للمقاطعتكم لكن يقبل الله صلاتنا كيف تقبل الصلاة جميل جدا تقبل الصلاة ابتداء ابتداء بأن يؤدي المسلم أركانها وواجباتها تمام أما السنن والمندوبات فأرجو الله عز وجل والهيئات أن تكون فيها مندوحة لكن الذنوب كثيرة شيخ ما هي الصلاة طاهر الذنب فيه رواية جميلة وكان فيه سنة داع ضعف نعم من حديث عبدالله المسعود في السنن أبي دارو الترمذية يقول عليه الصلاة والسلام صلى الله تحترقون تحترقون وقد بينا الدليل الصحيح أرأيتم لو أنا نهرا لكن تحترقون تحترقون أي بالذنوب والمعاصي فإذا صليتم الصبح غسلتها الله أكبر ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها بالذنوب والمعاصي بالذنوب والمعاصي ثم تحترقون تحترقون أي بالذنوب والمعاصي فإذا صليتم المغرب غسلتها وقال فإذا صليتم الأشياء غسلتها ثم تنامون فلا يكتبوا عليكم شيء حتى تستيقظوا الله أكبر الله أكبر فالصلاة تطهير إذن وهي أيضا مبدأ أو أول خطوة عملية بعد الشهادتين هي أول ركن عملي بعد النطق بالشهادة أو بالشهادتين لأثبت بهذا الركن الإسلام من عدمه لذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي روه مسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة وقال في الحديث الذي روه ترمذي بسند صحيح من حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركه فقد كفر ولن ندخل في هذا المعترك الصعب بين علمائنا بين من يكفر ترك الصلاة وبين من يحكم عليه بالفسوق لكن أنا أسأل من ترك الصلاة وأقول هل تقبل يا أخي يا أخي يا أخي أكرر له الأخوة هل تقبل أن تكون محل خلاف بين فريقين لأهل العلم فريق يكفرك وفريق يفسقك لا والله ما نقبل أترك لك الجواب لا ما نقبل ما نقبل يعني هذه الصلاة بهذه المكانة وكونها الركن الثاني العملي من أركان الإسلام كله كان يتوقع وتبادل إلى الذهن أن تختم بها الآية نعم لكن سبحان الله ختمت الآية إن الله مع الصابرين جميل ولم يقل مع المصلين مثلا جميل فلما لأن المستعين بالصلاة محقق للصبر لأن المستعين بالصلاة محقق للصبر ألم نقل إن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام نعم صبر على المأمور وصبر عن المحظور وصبر على المقدور أما الصبر على المأمور فوالصبر على الطاعة والصلاة أجل أنواع الطاعة بعد التوحيد الله الله فمن صبر على الصلاة هذا أمر شاق جدا تحتاج إلى صبر شاق جدا شوف حضرتك ما تستيقظ في الجو القائد البرودة إلى صلاة الفجر نعم لكن حينما نعلم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهولا الكل يعلم لكن من يحقق صدقت الله الكل يعلم الكل يعلم من يحقق من يحقق طب اعطنا منهجا عمليا لنبدأ به من هذه الليلة في هذا الشهر الفضيل مع إن نعملون ماذا نصنع لنرفع الشعار إن نعملون على الصبر والصلاة أنت الآن في شهر الصبر جيد وفي شهر القرآن نعم فعاهد ربك على أن تؤدي الصلوات في أوقاتها مع الجماعة نعاهده عاهدنا عاهد ربك الآن واصدق أخي واصدقي أختي أن تصلي في بيتك وإن استطاعت الأخت أن تذهب لصلاة الطراويح في جامع جامع فلا ينبغي أن يمنعها زوجها نعم لا تمنع إماء الله مساجد الله نعم فلنعاهد ربنا على المحافظة على الصلاة في شهر الصبر وفي شهر القرآن وفي شهر الصلاة لتكون عونا وزادا لنا على الدوام عليها بعد ذلك في بقية أعمارنا حتى نلقى ربنا جل علاه إن الله مع الصابرين والمعية هنا هي المعية الخاصة فالمعية نوعان معية عامة وهي معية العلم والإحاطة والمراقبة والمعية الخاصة هي معية النصر والحفظ والمدد والتوفيق والتأييد والتسديد هذه المعية الخاصة لا تكون إلا لمن صبر على طاعة الله ولمن صبر عن معصية الله ولمن صبر على مقدور الله جل أولا أحسنت أحسنت يعني نريد أن نكون مع فضلتكم وكل المشاهدين أن نكون بمعية الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يرفض معية الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يعرض المعية إن الله مع الصبرين اللهم ادخلنا في هذه المعية يحضرني هذا بخصوص الصبر حبر الأمة عبد الله بن عباس عليه رضوان الله قال حينما مات أبوه خير ما عزني به العرب قال لي أحدهم اصبر نكن بك صبرين فإنما صبر الرعية بعد صبر الراس خير من العباس صبرك بعده والله خير منك للعباس الله أكبر بارك الله نطب دعاء منكم نختم بهذه الحق لا تكون ساعة إجابة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزخنا الصبر يا رب وأن يعيننا على آداء الصلاة بأركانها في أوقاتها بخشوعها على الكمال والتمام حتى نرضيك يا أرحم الراحمين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في معيته وأن يجعلنا أهلا لمحبته وأن يجعلنا أهلا لرضاه وأن لا يحرمنا سطره وفضله وأن يجعلنا أفقر الخلق إليه وأذل الخلق إليه سبحانه وتعالى اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغناء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله ما استجبه وتقبل يا رب العالمين شكرا لفضلاتكم على هذا اللقاء ونلتقوكم في الحلقة القادمة إن شاء الله بارك الله فيك مشاهدين الكرام مستمعين العزاء اذكروا جيدا كما تروي كتب التاريخ سيدنا عمر بن الخطاب سأل عن صاحبين لم يذهب إلى المسجد في صلاة فقيل له لم يأتي فذهب إليه وقال يا عبد الله فلان فقال لبيك أمير المؤمنين قال يا لكع يدعوك الله فتتكاسل وتتباطأ ويدعوك عبد الله فتقول لبيك إذا دعاك المدير تقول نعم وحاضر إذا دعاك الرئيس تقول نعم وحاضر إذا دعاك زميلك تقول نعم وحاضر إذا رن هاتفك تترك ما في يدك وتذهب إليه ويدعوك الله ماذا أنت صانعا بدعاء الله ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته